النهاردة واحد من الأيام اللي أنا أعتبرها من أهم الأيام على الصعيد الاقتصادي في مصر من أهم الأيام أنا بكلمك بجد بس قبل ما نتكلم من أهم الأيام على الصعيد الاقتصادي هتقول لي عدفيني يا موسف هتتكلمه عن الرمال السودة؟ بالضبط ده هنلازم نتكلم عنها كتير بس خليني هقولك بالمختصر المفيد حد عنده إجابة عن إحنا ليه من ساعة ما اكتشفنا الرمال السودة من 90 سنة لحد النهاردة ما اشتغلناش عليها بعض الأصدقاء والزملاء والرفاق هيقولولنا لأ كان عندنا مصنع وكان عمله الرئيس جمال عبد الناصر وبعد كده المصنع توقف حلو كلام جميل جد عايز تعد من بعد الرئيس جمال عبد الناصر؟ ولا نعد برضه من أيام الرئيس جمال عبد الناصر يعني شوف 90 سنة الواقع بيقول إنه إحنا ما عملناش حاجة بالرمال السودة ما عملناش حاجة 90 سنة ليه؟ سؤال فعلا مش يجب أن يطرح لأجل المناقشة بس عشان نفتح مدركنا كلنا مع بعض ليه؟ يعني عمل بالزبط زي تخيل 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 في الوقت اللي إحنا اكتشفنا فيه الرمال السودة في مصر في مطلع التلاتينيات كان هو تقريبا نفس الوقت اللي الخليج العربي اكتشف البترول عنده أنت متصور؟ الرمال السودة لا تقل أهمية في حجم الثروة اللي ممكن تجلنا نتيجة الشغلة عليها مش تصدرها خام خد بالك تبقى زهزة البترول طبعا إحنا عندنا فيه فرق بخم جدا في الأعداد بتاعة السكان يعني إحنا أعدادنا أكبر من كل مجلس التعاون الخليجي مجتمع لكن أنا بكلمك هنا تخيل والمسألة هنا مش في المردود الاقتصادي بتاعة تبيع الرمال السودة ولا تخليها لأ لما بتعمل عليها العمليات الصناعية المختلفة وما إلى ذلك وإذا كنت نقدر لو من التلاتينات احنا بنشتغل كنا طورنا تكنولوجية الصناعة عندنا إزاي وكنا صنعنا إيه وصدرنا إيه وعملنا إيه ودخلنا ووفرنا كم فرصة عمل حدوتة المسألة مش أن احنا كنا هنجمع رمال السودة ونحطها في سنديق وبعدين نصدر والسلام عليكم في التلاتين سنة الزهبية ده كان بيحصل طبعا لأنهم كانوا تلاتين سنة ذهبية بصراحة يعني مش ممكن إيه النشاط الاقتصادي العظيم ده ده احنا كنا بنصنع في تلاتين سنة من الإبرة للساروخ يا جدعا ده كان الاتحاد الأوروبي غيران مننا يا أخي ده الأمريكان كانوا حطرنا في دماغهم العملاق الصناعي العملاق الاقتصادي المصري احنا كنا بنصدر التنق تقريبا باتنين دولار يعني يلا اقلب تعالي على بعد كده تجد انه خلاص بقعدت كل الأيام السودة بقى تلاتين سنة بالإخوان أيام سودة راحت فجالك رئيس جمهورية بمنتهى البساطة أول حاجة امنع لي تصدير رمال السودة دي خالص سروتي كنت برميها بسعر التراب تخيل كده تفتح الدولاب تلاقي الدولاب بتاعك مكروس دولارات ويورو وسترليني فانت اوص عمر زكري قالك الله او الله يا عمر اوعدنا يا رب بالحلال من عندك حلو فتحت الدولاب لقيت الدولاب مكروس من الأرض السقف فتروح انت واخد الفلوس دي واحد عمال بقى بترمية من الشباك او الله او تروح مسلا بطلع لك ايه الجنيس درليني وتروح شاري بيه سندويتش فول وانت كده متخال ان انت شاطر او بالأدق هو انت عارف ان انت ما انتش شاطر ولا حاجة وان انت بترمي الفلوس في الهو وانك انت بتضيع السروة وان انت مدمر بس ما عادي يعني هنفتح الدولاب بكرة هنلاقيه موجود برد ما بتشغلش دماغك انه هيجي في وقت والدولاب ضيفضة ما فكرتش انه الدولاب اللي مليان عملات وزهب وفضة ومغرط علي بابا ده تقدر كنت تاخد الفلوس وتستثمرها وتكبرها ويبقى ساعتها فعلا ربنا بيغنيك بالحلال بعرقك وبشاءك فبدل الدولاب يبقى ميت دولاب مليانين فلوس ده على سبيل المثال في الرمال السودان مهوزات زي على سبيل المثال في غاز شرق المتوسط زي على سبيل المثال في الفوسفاء يعني حدث ولا حرج تاني فجي الرئيس قالك لا 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 اقفل لي بقى الدولاب ده دلوقتي خالص خالص وحدش يطلع منه حاجة اللي هو ايه بقى الرمال السودان طب يا فندم نقعد نشتغل نفكر بالراحة نعمل دراسة جدوى بالمظبوط نجيب اعتى الخبراء يقولون هنعمل ايه بالزبط ولازم نحلل الرمال السودة بتاعتنا تختلف ايه عن اي رمال السودة موجودة في العالم يطرى هل ترى هي حجم العناصر اللي فيها ونسبتها قد ايه طيب يطرى احنا نقدر نستغلها في انهي صناعات حالية طب لو انا عاوز اطور اكتر وعمل صناعات اكتر تقدما يبقى انا عندي كميات كافية ولا مش كافية طيب يطرى هي النقاء بتاعها او مجموع المعادن اللي فيها نسبها بانهي مستوى عشان انا عارف المستقبل بتاع استغلال هذه الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لنا كده واحنا كنا بنحملها بقى لنا تسعين سنة تلات سنين دراسة الجدوى بس وكما تعودنا في خامط الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يفتتح مشروعا عبارة عن قصة شريط الافتتاح ولوحة رخام كرارة مصري مكتوب عليها تم افتتاحه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة الفين اتنين وعشرين لا الرئيس بتاعنا مش كده ولا مرة عمل كده لقصة شريط الافتتاح والرخامة ونلاقي بعد كده ارض فضاء ما عندوش الكلام ده بيروح يفتح المصنع شغال